اهلا بكم مشاهدين الكرام في النشر الاقتصادية المفصلة من النيل للأخبار والتي نستهلها بالعناوين رئيس الوزراء يتابع مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات بهود ضبط الأسواق وخفض الأسعار تراجع معدل التضخم السنوية في مدن مصر للشهر الرابع على التوالي الى 27.5% في يونيو تراجع أسعار النفط وسط مخاوف ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم أهلا بكم مع النشر بالتفصيل أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دور مختلف الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع مشيرا إلى ضرورة استمرار تلك الجهود إلى جانب استمرار التنصيق خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والتحاد الصناعات سعيا للمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق وخلال الاجتماع أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار السلع الأساسية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا وصل إلى نحو 50% وأنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تشهد مزيدا من الانخفاض من ناحية أخرى شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024 وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عسمة أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء منعا للسنزاف موارد الدولة ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الزراع يعد من أهم الملفات التي تم النظر إليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها إلى جانب قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي اليوم مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة والسصلاح الأراضي لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الرأي الحديث كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن ساعة خطوط أنابيب الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد الممتدة بطول 320 كم بدءا من العين السخنة وحتى سيدي كرير بالإسكندرية ارتفعت إلى 117 مليون طن سنويا حاليا جاء ذلك خلال تفاقد الوزير تسهيلات شركة سوميد بميناء العين السخنة ووحدة التحكم الرئيسية بالميناء والأرصفة البحرية ونقاط تسهيلات الغاز الطبيعي المستورد وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار برنامج الحكومة لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية والتي وفرت لها الدعم المالي اللازم أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط يتوقع محللين أن يستمر لبقية العام على الأقل وأرجع أسباب الانخفاض التضخم على المستوى السنوي إلى عدة عوامل منها تراجع أسعار بعض المواد الغذائية وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي مرحبا بك في البداية أهلا بحضرتك أهلا بك التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع للشهر الرابع إلى 27.5% في شهر يونيو على ماذا يؤثر ذلك من وجهة نظرك؟ بالحقيقة أنه كان أمر متوقع في مرار التراجع لمعدلات التضخم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل كبير وتحسن مؤشرات السياسة النقضية التي اتبعها البنك المركزي بسياسة التشديد النقضي التي اتبعها وانتصاص الجانب كبير جدا من السيولة التي موجودة في السوق وإدعاءها لدى الجهاز المصرحي من جانب تأمي الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات كان هدفها تدعين الأسواق بالمحاصيل والسلع الاسطلعية والسلع الدرورية من جانب آخر ممارسة الحكومة الدرهر الصابي في السيطرة على الأفعاد تأثير معدلات التضخم وانتفاض معدلات التضخم بتبدي رؤية لمدى الاستقرار في الأسواق خاصة مع استقرار سعر الصرف وده جزء مهم جدا في المعارضة خاصة معدلات التضخم الغير مسبوعة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية كان أحد العامل الحاكم الرئيسي لها كان ظاهرة الدولارة واللي كانت بتمارس في مصر بأفشع سورها فكانت شكل نقضي من خلاف ظاهرة الدولارة واللبوء للدولارة على إنه سلعة وليس عملة للتداول أو حتى كمان على المستوى الكميات السلعة اللي كانت تبقار بيحكوها عن المواطنين يعني عندهم توقعات كانت في إرتفاع الأسعار وبالتالي النهاردة مع ارتفاع أسعار الصرف كانت تأثر مباشر جدا بشكل كبير جدا على استكرار تداول العملة الأجنبية في الدولة المقرية من جانب ومن جانب أخر على أسعار الصرع وتقديرهم لفعل الدرار منهم من جانب أخر طبعا توافر الصرع في الأسواق والدولة بدأت تدبر مست compliments الحلوب وبالتالي النهاردة المصرFE تشتغل في التاكل المصلح في فائطها وبالتالي كان ليه تأثير على توافر الصرع السوء وهذا الذي أدى إلى تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي. من جانب آخر أفو أوقع أن في فترة المقبلة إن شاء الله أنها هيحدث انتفاض في أسعار الفائدة استجابة لديه النتائجة التي نشكناها فيه تباطؤ وتراجع لمعدل التضخم. كيف ترى جهود الحكومة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وأيضا ضبط الأسواق؟ بالتأكيد الدور الأولاني الذي هو سيارة الطمأنة لإسترعاتها للمواطنين لتوافر إسترعات المجمعات الإسلامية والتعاون ما بين وزارة التراعة وزارة التأمين والتجارة الداخلية على ما سابق يعني وبالتالي توافر السلع في المجمعات الإسلامية ده جدء مهم جدا إنه يبعث بسلع أمر إنجاز من السلع موجودة فبالتالي بيقل الضغط شوية بعمل عملية تحكم في جانبية العرض والطلق جانب العرض إن أنا توافر كحكومة السلع الموجودة وشوفنا توجهات الرئاسية من رئيس عبد الفتاح السيسي بتدبير كميات إضافية من السكر في الشهور السابقة وبالتالي أبدأ خاصة إن السكر نبصله حتى كسلع استراتيجية أحنا نسبة اتفاقنا من السكر حوالي 10% وبالتالي كان الأسواق أو كان بعض السجار مش نقوم مش نعلم الضررة كان بعض السجار كان بيحجب السلع أو بعض السلع عن الأسواق وبالتالي النهاردة الدولة تدخلها في الوقت المناسب من خلال توافر السلع في المنافس السلعية وبالتالي بعض المبادرات اللي بتقوم بيها المجتمع المدني بتتعاون مع السلع الخاص والحكومة زي مبادرة كلنا واحد والمبادرات دي بكلها تأثير بشكل إيجابي على توافر جانب العرض من السلع جانب أخر طبعا التأثير على جانب الطلب من خلال طبقانة الناس للسلع موجودة من خلال الدول اللي قابل بتقول بيها الحكومة وبالتالي توافر السلع بيؤدي إلى التأثير بشكل مباشر على تربع معدلات التدخل نعم أستاذ بلال شعيب الخبير الاقتصادي شكرا لهذه المعلومات أعلنت وزارة الزراعة والتصلاح الأراضي أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 بلغ 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن في العام السابق جاء ذلك في التقرير النصف السنوي والذي طلق وزير الزراعة والتصلاح الأراضي على الدين فاروق حيث بلغت القيمة الدولارية لسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي قال وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي إن تنمية الكيانات الصناعية والعنصر البشري في الشركات التابعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز التواصل المجتمعي والعمل الجماعي في مقدمة أولويات العمل جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى حيث التقى مع محافظة الغربية ونواب البرلمان لاستعراض الموقف التنفيذي بمشروع تطوير شركة غزل المحلة ومراحل إنهاء العمال بالمصانع وتوريد وتركيب الماكينات الحديثة وبدء تشغيل بعض خطوط الإنتاج الجديدة وغيرها من المشروعات الخاصة بالشركات أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأهمية توضع آلية لاشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص أو منح التراخيص الصناعية قال الوزير خلال لقاء موسع مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إنه من المستهدفات أيضا الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المحلية وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشآت صناعية وضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات نسبية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعة مدفوعة بعمليات جاني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها بعض الأسهم الكبرى والقيادية في الجلسات الأخيرة وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبورصة عند مستوى تريليون وتسعمائة وعشر مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 108.5 مليار جنيه فيما بلغت تداولات سوق الأسهم 24.3 مليار جنيه وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 73 من 100% ووصلت قيمته إلى 28.287.9 أما إي جي أكس 70 فنسبته أيضا تغيرت وصلت إلى 57 من 100% وقيمته وصلت إلى 6.278.6 يجي أكس 100 الأوسع نطاقا أيضا نسبة التغير وصلت إلى 59 من 100% وقيمته وصلت إلى 9.095.5 قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن نشاط إصلاح وصيانة السفن بالترسانات والشركات التابعة للهيئة شهد نموا ملحوظا خلال الأوينة الأخيرة حيث نجحت ترسانات الهيئة في تقديم نموذج عملي في دعم العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية من خلال تقديم خدمات الإصلاح والصيانة جاء ذلك خلال تفقده اليوم شركة ترسانة السويس البحري إحدى الشركات التابعة للهيئة وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات نشاط إصلاح وصيانات السفن والوحدات البحرية المختلفة بالشركة أجرى بنك الشعب الصيني البنك المركزي اليوم عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياريوان أو ما يوازي 280.34 مليون دولار أمريكي لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8% وذكر البنك المركزي الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل أقر مجلس النواب بالبرلمان الروسي اليوم بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية ستتضمن زيادة معدلات تصعودية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25% من 20% وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن وتضيف الزيادات الضربية التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء 30 مليار دولار إضافة إلى إيرادات ميزانيات العام المقبل مما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي في أسواق بيترول العالمية واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات رسمية صينية أظهرت طباط إتضاقم السنوي في يونيو وسط مخاوف من ضعف الطلب المحلي في أكبر الدول المستوردة للنفط الخام على مستوى العالم وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيك برانت القياسي بنسبة 37% إلى 84.35 دولار للبرميل كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 29% إلى 81.17 دولار للبرميل في أسواق المعادن النفيس ارتفعت أسعار الذهب في وقت يترقى فيه المستثمرون صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مصار أسعار الفائدة والذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي وارتفعت ذهب 4% إلى 2372.87 أما الفضة وصلت إلى 30.88 والبلاتين وصل إلى 987.75 انتهت النشرة والآن مع أبرز العناوين رئيس الوزراء يتابع مع التحدي الغرف التجارية والصناعات جهود ضبط الأسواق وخفض الأسعار تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر الشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% في يونيو تراجع أسعار النفط وسط مخاوف ضعف الطلاف الصين أكبر مستورد للخام في العالم انتهت النشرة الاقتصادية شكرا تيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة